أوجب الله عز وجل على الأمة صيام شهر رمضان وقد مر هذا الصيام بمراحل ولم يكن على مرحلة واحدة المرحلة الأولى أول ما وجب أوجب الله عز وجل صيام يوم عاشراء وجعله فريضة دينية لازمة ثم نسخ هذا الواجب وجعل الله الصيام في شهر رمضان وكان الناس فيه بالخيار بين أن يصوموا وبين أن يطعموا عن كل يوم مسكينا كما في قوله جل وعلا أيام معدودات إلى أن قال فمن كان منكم مريضاً وعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأنت صوموا خير لكم ثم أوجب الله عز وجل صيام شهر رمضان وكان في أول الأمر يجب على الإنسان أن يمسك عن الأكل والشرب والجماع بمجرد نومه وهكذا كان صيام الأمم السابقة أنهم إذا ناموا ابتدأ الصيام في حقهم ويستمر الصيام إلى غروب الشمس من اليوم الآخر ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام من قبلنا أكلت السحر لأنهم يجب عليهم الإمساك بمجرد نومهم نسخ هذا الحكم وجاء الحكم بأن بداية الصيام مع طلوع الفجر في قوله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام أرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ما معنى هذا كنتم تختانون أنفسكم كان الرجل إذا دخل على زوجته يريد منها ما يريد الرجل من إمرأته تقول قد نمت وبالتالي لزمني الصيام فيظن أنها إنما أرادت التهرب منه ولذا قال كنتم تختانون أنفسكم ومن هنا نسخ هذا الحكم وأصبح الصيام يجب بطلوع الفجر قال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم مش معنى ما كتب الله لكم يعني من الأولاد ابتغوا بجماعكم أن تحتسبوا الأجر أن يكون لكم أولاد وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فهذه مراحل الصيام التي كانت في صيام شهر رمضان وما قبله ترجمة نانسي قنقر